فالموضوع بتاعنا ده اللي هو هنتكلم فيه النهاردة اللي هو خاص بالدستيشن ميكينج يعني اجي اعمل دستيشن ميكينج عايزة اخطط لأكتيفتي معينة عايزة اخطط للمجال بتاعي اللي ببحث فيه عايزة اختار بعض الانسترومنت وعندي فيه برايتي محتاحة وعايزة فاضل بينهم عايزة اخط دستيشن فيما يتعلق بجهاز معين اشتريه او معدة معينة استخدمها او تكنيك معين اطباقه ومحتار ان انا اختار انه تكنيك لانه عندي متعددة وبيبقى عندي هدف معين وبيبقى فيه عندي ضوابط او كريتيريا هي اللي بتحكم الاختيار بتاعي او هي اللي بتفاضل بين المتاحة او المتاحة ده هو الموضوع اللي هنتكلم فيه هو يعتبر من الحاجات الخاصة بالدستيشن ميكينج يعني على المستوى الشخصي محتاجينه دائما بتحتاج تاخد قرار معين على المستوى الصناعي بتستخدمه شركات كبيرة مشهورة اوي زي زيروكس وزي الجنرال موتورز وزي ناسا كل دي استخدمت هذا الموضوع في مجالات كتيرة جدا استخدمته في الارنديدي او ديسيشنز عشان بتاخد قرارات خاصة بالرسيرش والديبلومنت استخدمته عشان حاجات خاصة بالكريتيريا او سيفتي حاجات خاصة بالبرفورمانس حاجات خاصة بالرغابلتي او عشان تاخد بعض الريكمنديشن بالنسبة لي بعض الريسورس المتاحة عندها الباور ريسورس الماتيريال ريسورس عشان برضو تعمل الفاليويشن للالتورنيتف لو عندها التورنيتف في الدزاين او في المودلز او في المنتج بتاعها يا ترى we should go through الدزاين دا ولا we should go through to the other design and so on كمان بيستخدموه في عمليات ريسك منجمنت وبيستخدموه كمان للبست شويس في مثلا الجنرال موتوري استخدمته عشان تاخد بالنسبة مثلا للإيه للبست كوست مثلا ديزاين مثلا او ناحية اوتوموبايل ديزاين فطبقته برضو في كل هزي المجالات يعني استخدامه في مجالات الحياة متعددة هو بيتلخص في انه هو عبارة عن المسمى بتاعه الهيراكي بروسيس الهيراكي اللي هو التنظيم الهرمي او زي ما احنا شايفين كده قدامنا اه هو تنظيم هرمي بقى فيه عدة مستويات اه المستوى الاعلى هو الجول او الهدف ايه انا عاوز ايه بالزبط ايه او ايه المطلوب مني او ايه الديسيشن اللي انا عايز ااخد فيه قرار اه طب ايه ضوابط الكراتيريا اللي بتيجي في المستوى التاني اه الضوابط اللي هتحكم هات القرار او اللي هتفاضل المبين اه اوبشن واوبشن اخر الاوبشنز دي بتيجي في المستوى التالت اللي بنسميها اه بتبقى واخد شكل زي ما احنا شايفين كده او الشكل ايه الهرمي اه اللي اخترع الحكاية دي واحد اللي بتاعه ماثيماتيك يعني هو راجل ماثيماتيشن اه الراجل ده اسمه ساتي اه عالم يعني في الرياضيات وطبعا التولز دي تعتبر بالنسبة لنا في الميكانيكا او في الهندسة عموما تعتبر تول احنا بنستخدمها كتول انما هي لها طبعا باججراوند واسع جدا وفي مجال الماثيماتيكس ولها معادلات ولها باع كبير او في الرياضيات والماثيماتيكس انما احنا طبعا مش هنخوض في الخلفية الرياضية للموضوع احنا نعرف how to use وين to use وازاي نستخدمها الموضوع ده الحقيقة اه اه ازا ما احنا شايفين كده هو عبارة عن construction construction لسيستم معين السيستم ده هو الاهداف المطلوبة والكراتيريا والالترنيتف اه طبعا الكاراتيريا دي ممكن تيجي في اكتر من من ليبل يعني هنا في التشارت اللي قدامنا ده او في الاستراكشل اللي قدامنا ده اه الكاراتيريا اخده وان ليبل انما طبعا ممكن يكون فيه ساب كاراتيريا كمان ممكن يكون فيه كاراتيريا او فيه ساب كاراتيريا يعني ممكن يكون عندي مستويات متعددة اه فهي الهيراكيكا الستراكشور ده بيوضح ليه التركيب او الديكمبوزيشن للأوبجيكت بتاعتي عشان تبقى مرتبة بشكل معين اه اه سواء كان الكلاستر ده او ساب كلاسترز يعني كاراتيريا او ساب كاراتيريا اه والفاينال ليبل بقى هو بالنسبة للي هو الاوبشنز المتاحة او الالترنيتفز المتاحة اه زي ما قلتلكو دي المجالات اللي تم استخدامه فيها استخدمت اه في هذه المجالات المتعددة اه يعني كمثال للشركات اللي استخدمت هذا الايه الاسلوب بتاع المستوى الصناعي على المستوى الفردي احنا طبعا كافراد او كباحثين او كاكاديميين اه ممكن برضو نستفيد من هذه التول ونستخدمها عشان ناخد بها بعض الايه الديسيشن اه الـ هناخد الخطوات المختلفة او ما حوالي 8 خطوات ونطبق فيهم اه ممكن نطبق فيهم اه يعني اه في الكالكوليشن يعني هنشرح ونوضح ايه الكالكوليشن بيتم ازاي هو من لي التول دي عبارة عن كالكوليشنز يعني كلها حسابات وحسابات بـ اه تريند معين او بـ او تعمل كذا او تعمل كذا وبعدين تجمع كذا وتجيب الـ انما احنا مش عندنا هنا اناليتيكل يعني هنثبت النظريات دي او هنرجع تاني لإثباتها او هنسأل حتى نعرف ايه السبب ان احنا بنعمل كده لا احنا مش نعرف الكلام ده اه زي الناس بتوى الـ وعندوهم theory او algorithm او hypothesis معينة اه موجودة واستبدشت ويعني وويل نون وويل روكنايزد والناس كلها معترفة بيها وهم بيستخدموها كتول فاحنا برضو نفس الحكاية فاحنا التمن خطوات دول مفيش هوم اي حاجة لا علاقة ان احنا نثبت التول دي او ان احنا نعرف ليه او نثبت الكلام ده اه اساسه ايه ده مش يعني out of our scope خارج نطاق الايه الانترست بتاعنا في هذي المرحلة انما اللي يحب طبعا استزيد طبعا جوجل مليانة حاجات خاصة بهذا الموضوع الفرس ستيب ان انا بحدد الوبجيكتف ايه الوبجيكتف بتاعي انا هاخد الامبال وامشي معاه الامبال البسيط جدا انما طبعا ممكن يتغير ممكن يتغير الوبجيكتف بتاعي من كيس لكيس دانية الوبجيكتف هنا ان انا عايز اختار عندي مثلا اه سيستم والسيستم ده فيه هايدوريك والهايدوريك ده فيه بامبس وانا عايز اختار الايه البيست بامب فيبقى ده بالنسبة لي هو الليبل الاولان او اعلى اللي انا بختار فيه البامب الليبل التاني بحدد الكريتيريا او الساب كريتيريا طبعا انا ااخد حاجة بسيطة جدا اشرح عليها انما طبعا ممكن عدد الكريتيريا يزداد اه ممكن المستوات بتاع الكريتيريا تزداد بدلا ما يبقى وان ليبل ممكن يبقى اكتر من وان ليبل ا اه انا هنا بحدد الكريتيريا عندي اختارت 3 كريتيريا ايه أنا محتاج أن هي تكون لأن أنا بتعامل مع Hydrwiąx System ففيه Liquid فيه oils والOil Diale Viscosity ففيه بعض البامب يعني Can handle Viscosity with good performance فيه بعض البامب Can handle Viscosity with less performance Even فيه بعض البامب Can not handle Viscosity liquid فالViscosity عندي مهمة ال Breacher Range برضو أنا عندي System بتاعي محتاج Preacher معين برضو وفي حاجة اسمها سيلف برايمينج سيلف برايمينج يعني البومب دي ممكن ابدأ اشغالها بدون ما تكون محتاجة تحضير او تجهيز عن طريق ان انا امدى الكافيتي بتاعتها بالليكود قبل ما اعمل عملية ستارت اوب العملية دي بنسميها برايمينج والبومب اللي ما بتكونش محتاجة برايمينج دي بنسميها سيلف برايمينج تابعا الحكاية دي بتبقى مريحة للتشغيل يعني في التشغيل بقى مش بحتاجة يعمل تجهيزات ان هو قبل ما يبدأ يشتغل لازم يبقى الكافيتي بتاع البومب filled with the oil هنختصر الكلمات الطويلة دي الى كلمة واحدة بدل من all viscosity handling عشان ساهل بس عملية التداول البرجر رينج هنسميها بريجر السيلف برايمينج هنسميها برايم يبقى دول هما بالنسبة لي الخطوة رقم اثنين ان انا بحدد الكريتيريا بتاعتي الخطوة رقم ثلاثة بحدد ايه الالترنتيف انا عمل اعملت دراسة في السوق والاية اللي موجود او المتاح او الابيلابل عندي او اللي انا ممكن اشتريه او اللي وزن ماي بودجت او اللي وزن ماي space limitation يعني انا عندي مكان يسمح ولا يسمح عندي ميزانية تسمح ولا تسمح عندي متاح في السوق وغير متاح عندي ايه اللي يوفي الطلابات بتاعتي او الكريتيريا بتاعتي في حاجات ما توفيش الكريتيريا التلاتة دول يبقى باستبعدها وبعمل زي موضوع screening كده وفلتراشن لكل المتاح عندي وفي الاخر وصلت ان فيه تلاتة وانا محتار بين التلاتة او تلاتة او تلاتة او انا سميهم مجرد تسميات اه جير بامب لوب بامب فين بامب اه يبقى دي اه بالنسبة لي هو الايه اللي انا بكونه بناء على كل هذه الايه المعلومات اه الخطوة رقم اربعة هي ان انا بقى بقى جمع كل سواء الجول او الكريتيريا او الالترنيتف في اللي احنا شايفين ده يبقى يكون بحيث تكون الابجيكتف بتاعي هيجي في الفيرستي ليبل الابجيكتف او الجول بتاعي وبعدين هتيجي الكريتيريا في اه السكند ليبل والالترنيتف هتيجي في الايه في الثيرد ليبل الارنجي منت ده هو اللي بيحدد الايه الهيراكيكال ستركشور لعملية الايه الايه اتشي بي يعني الخطوة لحد الخطوة رقم اربعة ما بيش كالكوليشن يعني الاحسة ما دخلناش في اي كالكوليشن انما اللي بتحدد لنفسك الرود ماب انت هتمشي ازاي وايه المتاع عندك وايه قريطة الطريق بالنسبة لك للتعامل مع مثل هذي الايه الطول الخطوة رقم اه خمسة انت بتعمل حاجة اسمها بير وايز كومباريزون بير وايز كومباريزون اه طبعا انتو عارفين ان في حاجة اسمها كوانتيتيف وكواليتيتيف اه الكوانتيتيف دي ان انا بقول الحاجة دي تسوي كذا او قيمتها كذا قيمة عددية اه ده الكوانتيتيف الكواليتيتيف ان انا بقارن حاجتين مع بعض اقول this is more important than this one this is most better than this one اه ففي حاجة اسمها بير وايز كومباريزون وفي لها ستاندرد يعني او لها زي ما نقلش ستاندرد يعني زي ما تقول اه يعني حاجة معروفة ان انا بستخدم الجدول اللي قدامنا ده اللي هو بيوضح للدريء الدجري اوف امبورتنت وبيعرف يعني ايه لما يكون الدجري اوف امبورتنت واحد او اتنين او تلاتة الى ان تصل الى تمانية او تسعة اه اه بالنسبة ليه لما يكون حاجة انت مثلا بتقارن بين two options اه دايما المهندس ما ينفعش لما حد يجي اسأله يقوله انت اخترت الابشن واحد ليه اه وفضلتوا على الابشن اتنين يقول انا يعني اظن ذلك او او اي تنك سو او اي جيس او يعني اه اي 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 دو ماي بست يعني لا لازم يكون عند المهندس افيدنس لازم يكون فيها عندنا افيدنس بيزدع الافيدنس دي انا خدت الديسيشن ده او قررت ان انا i will go through هذا الديريكشن او i will take that ديسيشن فهم اسهلوا علينا الموضوع دعوه بالتيبو اللي قدامنا ده اللي هو ال bear wise comparison table لما يكونوا حاجتين متساويين في الاهمية بالنسبة لك او متساويين في الكفاءة او متساويين في الكوست او متساويين في او متساويين في الفونكشناليتي يعني ممكن يؤدوا نفس الوظيفة بنفس الفونكشنال او بنفس البرفورمانس فانت في الحالة دي بتقول ايه ال bear wise بينهم او المقارنة الزوجية بينهم bear wise يعني بقارن حاجتين مع بعض زوج مع بعض يعني فردة مع فردة او حاجة مع حاجة او item مع item او option مع option bear wise معناها كده فما بقولي ان هم والله يتساوي في النقطة دي يبقى انا بحط العلاقة bear wise بينهم تساوي واحد يعني او 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 فونكشناليتي من نهاية فونكشناليتي وقص على ذلك بقى كل ما زادت الوحدة فيهم افضل من التانية تبقى اتنين لو زادت اكتر تبقى تبقى تلاتة لو زادت اكتر شوية تبقى اربعة وكذا لما بنوصل مثلا لخمسة بتبقى extreme important او extreme strong important طبعا ده يعتبر ايه في الحالة دي هل يعتبر ده qualified ولا quantified comparison دي تعتبر qualified ولا quantified حد يقدر يفيدنا هل هي qualified ولا quantified ده يعني هو الفرق بينهم ايه في ومبورتنس يعني هو لا ملاش علاقة بالدجريف ملاش علاقة بالدجريف يا لا علاقة ب انت التول اللي تستخدمها او المثيديولوجي تستخدمها عشان تجارجيش سامسينج انت جارجيش سامسينج ده ازاي لما بديلك مسلا مساحة مساحة اريا ومساحة مسلا المسلس وقولك قارن بينهم هل انت كمهندس هتقولي ان مساحة الاريا اكبر من مساحة المثلس طبعا مش هتقول كده انت هتقول ايه انت هتيجي تحسب الاريا بتاعة الدايرة هتقول باي ار سكوير او باي دي سكوير على اربعة وبعدين هتحسب مساحة المثلس هتقول القاعدة في النص القاعدة في التفاع وبناء علي النتيجة اللي تطلع هتقولي بقى دي اكبر من دي يبقى ده quantified تبقى انت هنا استخدمت الاسلوب الايه الاسلوب اللي هو quantified ليه لان انت بتعتمد هنا على ارقام او على اه حاجة صلد ما هياش حاجة اه اكتهاد شخصي يعني انت اجلنا مش اكتهاد شخصي لا ولا تقدير شخصي انت هنا اه اه بتتعامل مع ايه مع ارقام او بتتعامل مع اه اعداد فده يعتبر في الحالة دي quantified عندما ادخلت القرار او على حسابات اه وارقام فاحنا هنا بنكلم في القرار quantitative بالضبط اقول لك مثال تاني بقى يعني انت مثلا بتقيس مثلا اي حاجة بتقيس temperature ومعاك بهاز بقيس temperature وبيديلك سواء كان analog او digital ويطلع الاقتراه ده يعتبر quantified quantified انما لما انت تيجي تعمل sensing كده بيدك وتحس بالحرارة اقولوا والله الجزء ده حرارته تجيادة عن الجزء ده يبقى ده ايه quantified ايه quantified يا دكتور هومش ده كيمة وقيمة اه بالزبط هنا لو جبت sensor احسن اضق من sensor يبقى ده qualified احسن لا اه هي مش يعني لا نقصت بيها ان خرج منها العنصر البشري اه خرج منها الاسيسمنت بتاعتك او التقدير الذاتي بتاعتك او التقدير الشخصي بتاعك دخلت في جهاز حطتها في زي ما تقول في ملعب جهاز الجهاز بقى هو الول يبقى ده quantity دي الوقت اصبحت quantity اه اه احنا في ال bare wise comparison دي اللي بنعمله الحقيقة بيبقى بنقلبه بس بنقلبه الى quantified يعني بنحاول نحاول التقديرنا الشخصي ان انا بقول والله الحاجة دي افضل انا اظن ان الحاجة دي افضل من الحاجة دي انما بحاول اصيغها رقميا عشان قدر اتعامل معاه في ايه الكمبيوتينج وفي الاناليسيس فاحنا ده اللي بنعمله هنا انا باجا اقول ايه equal important يعني اتنين دول زي بعض يبقى ديلهم رقم واحد يبقى انا لما قلت equal important اه انا كده اه اه يعني انا اه 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 بقدر بتقدير شخصي او بتقدير اه اه بقدر بطريقة شخصية يعني مش ببعتمد على قياسات او اه يحكم عليها تقديريا يعني انا اه اه بقدرها بما لدي من خبرة اه مجرد باعتمد على skills بتاعتي او على الخبرة بتاعتي انما بدون ما باعتمد على instrumentation او على ايه او على اجهزة انما انا بترجمها بعد كده ايه لquantified بترجمها للارقام اللي في الجدول ده اه فده معنى كلمة الVR wise comparison اه بيس ده على التابل ده التابل ده طبعا انا مش مفوض احفاظه ولا حاجة ده مرجع موجود يعني ده يعني التابل ده اه associated مع التول دي مع الAHP معها على الجدول ده يعني الناس اللي بتعامل مع الAHP اه اي مرجع بتكلم على الAHP تلاقي الجدول ده موجود عنده اه طبعا بعض الجدول بتفردها يعني بدل ما يقول واحد تلاتة يقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة مش مش مشكلة اه فانا حتى بيقولك ايه بيقولك الانتر ميديت فاليو اللي هي اتنين واربعة وستة وتمالية حاجات ممكن تبقى ايه حاجات وسطية في النص يعني بين الاكول والمدرد حاجة لا هي اكول والمدرد بين الاتنين يبقى انا ممكن احطها تساوي اتنين اه بيس ده على ال الاسيسمنت بتاع ده او الاسيسمنت ده اه له ضوابط في الاخر يعني انا برضو اقيمه واشوف انا كان تقديري مزبوط ولا في اخطاء فيه طول هنستخدمه في الاخر عشان نعرف وانت بتقيم انت قيمت بشكل مزبوط ولا كان عندك فيه اه يعني انت كان عندك دريفت او كان عندك بايز لاتجاه معين او انت كان عندك يعني حياد لناحية معينة على حساب ناحية تانية اه اه بعد كده بنكون الماتريكس بنسميه لإيه البيرويز ماتريكس البيرويز ماتريكس ده اللي هو ايه اللي هو بيتعامل مع الكريتيريا الكريتيريا اللي عند البسكوسيتي والبريجر فانا بعمل ماتريكس الماتريكس ده فيه صفوف واعمدة الصف الاول ده اللي هو الكريتيريا اللي عندي والصف والعمود الاول هو برضو الكريتيريا اللي عندي وبقارب ما بين البسكوسيتي والبسكوسيتي طب هما الاتنين حاجة واحدة يبقى اختار من الجدول ده ايه اختار واحد لانه هما بش فرق بين الاتنين لانا بتتكلم على حاجة واحدة يبقى هنا البير وايز كمباريزون هنا هتكون واحد طب انت في تقديرك لو جدت اسألك بقى ايه البريفابل بالنسبة لك لو كان عندك اتنين بومب واحدة فيهم بتديك البيسكوسيتي هاندلينج بإيفيشنسي عالية وواحدة تانية بتديلك بريجر رينج اعلى بقيمة معينة بس انت شايف ان البيسكوسيتي هاندلينج بالنسبة لك اكتر اهمية ده مش اكتر اهمية بس ده سترونج امبورتانت عن البرجر تاني انا بقارن تو بومبس واحدة منهم الاتنين بتعاملوا مع البيسكوسيتي والاتنين بيدوا بريجر بكل حال بس انت شايف ان فيهم واحدة بتدي بريجر اعلى من التانية او واحدة بتدي البرجر اعلى من التانية فانا بسألك بالنسبة للبومب دي يا ترى وطبعا السؤال ده مش هيبقى البومب بعين هيبقى لكل بومب من الالترنتبز اللي موجودة عندي فانت هتسأل نفسك تقول والله انا بالنسبة لي مين الاكثر اهمية يا ترى البيسكوسيتي ولا البرجر لو كانوا الاتنين متسويين يبقى كنت حطيت هنا واحد طب لو كان البيسكوسيتي مودرت امبورتانت ذان البرجر يبقى كنت هقول هنا دي ثلاثة طب قل ان انا حطيت خمسة معنى ايه معنى هو strong important يبقى ده الماتريكس ده بتقرى كالتالي البيسكوسيتي strong important for me او for the application او for the design او for the construction اللي عندي than the briger طب لما اتكلم بقى على مثلا البيسكوسيتي والself priming او priming capability self priming capability فانا برضو لو كانوا البيسكوسيتي والself priming دول زي بعض كنت خلت هنا في واحد انما انا لو حسيت ان البيسكوسيتي بالنسبة لي moderate important than priming كان هيبقى في هنا ثلاثة لو حسيت ان البيسكوسيتي بالنسبة للpriming extremely strong important كنت هستبدل الاربع دي بكام بتسعة هتلاقي ان في الماتريكس ده هنمشي على نفس النمط بس هتلاقي ان فيه حاجة سابتة ان لازم الدياجونة ليساوي واحد اي ان كان الماتريكس بتاعك ثلاثة في ثلاثة طبعا هو الماتريكس ده هيبقى similar matrix يعني كولومز يساوي الروز عدد الاعمدة يساوي عدد الصفوف متساويين لو كانوا اربعة كرياتيريا هيبقى اربعة في اربعة لو كانوا خمسة كرياتيريا هيبقى خمسة في خمسة وفي كل الاحوال هتلاقي الدياجونة البتاعي واحد 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 وهكذا طيب لما بقول البرجر والبريمينج لما قلت هنا اتنين معناه اي دي يعني تقصد اي واحد يقرالي كده يعني اي اتنين دي ماذا تعني هي دكتور تعني ان البرجر اكتر اهمية من البريم ايوة بس واقع ما بين مين ومين في الاهمية يا ترى هو يا ترى هو ولا 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 انت شايف ايه لا ما بين ايكوال امبورتانت ما بين تمام بالزبط كده طب عايز واحد يقول لي هو ليه الماتريكس ده ماستكملش هو ليه بقيته مش كامل هو ليه هنا ما فيش هنا ما فيش ارقام ليه هو يجي كده هو مفروض ان انا ما حطش هنا ارقام المفروض ان انت تستنتج الارقام دي بمعنى ايه شوف كده انت لما جيت تتكلم مثلا على البرجر والفيسكوسيتي البرجر والفيسكوسيتي كان العلاقة ما بينهم خمسة طب ما هو هنا ده البرجر برضو والفيسكوسيتي بس هنا جات علاقة فيسكوسيتي اجينست بريجر هنا بقت بريجر اجينست فيسكوسيتي طب ما هي نفس العلاقة بس تبقى ايه تبقى الارسبروكل بتاعتها يعني المفروض تبقى دي واحد على خمسة لو اتحطت اي قيمة تانية يبقى غلط لان هي نفس الكمبرزون نفس البروازكوسيتي انا بقارن بين حاجتين يعني بقولك ايه انت بتحب الاسود ولا الابيض تقول والله انا بفضل الاسود او بفضل الابيض عن الاسود مودرة مودرة بريفيرابل يعني انا بفضله بشكل يعني متوصف يبقى الحالة دي الابيض يبقى ثلاثة والاسود يبقى واحد طب لو عكسنا بقى الاسود والابيض يبقى ايه هيبقى ثلث ويبقى واحد مش كده يبقى دارسبروكل بتاعه طب لو حبيت اجيب الرقم ده هنا الرقم ده بين البرائم والبرجر شوف بقى البرجر والبرائم كانوا كام واعكسهم انا الوقت اجيب بين البرائم والبرجر طب يبقى اجيب مين بقى? نفس البيه الويس نفس الاثنين بس اعكس. هتبقى نص يا دكتور? يبقى نص بالزبط كده واحد على اثنين. اخر واحدة دي بين البيسكوسيتي. هشوف البيسكوسيتي والبرايم كاتة اربعة. يبقى ديه تبقى ربع. عشان كده التيبل بيجي بس ايه الدياجونال النص الدياجونال ده واحد سوابت وبنجيب لك بس ما هو الدياجونال يعني الخلايا اللي اعلى او في ناحية واحدة سواء كده الناحية اللي فوقه والناحية اللي تعب. وانت بتجيب بتجيب بتاعتهم. ده بنسميه بتاع الريلاتيف امبورتانت بين الريلاتيف كومبارزين. لما بنطبق الكلام ده بيشتكمل عندي الكمبارزين ماتريكس او يبقى الكمبارزين ماتريكس ده يستكمل عندي. اللي هي الربع بقت بوينت تو فايف وواحد على خمسة بقت اتنين من عشرة وواحد على اتنين بقت نص. اللي بالالوان ده هو اللي انا حسبته. هو ده اللي انا اتحسبت. اه دكتور انا عندي سؤال ما. فضل. اه بالنسبة في الاول يعني انا ده يا جونال هو اه ان هو كل واحد. تمام. تمام يعني هو انا بحطه كل وحاية. تمام. اللي ممكن تكون عندي. اه. كل وحاية. كل وحاية. طيب بنسبة للخمسة اه بتاع الفيسكوستي والبريجر في اول رو. ايوه. تمام. اه دي انا حدتها على درجة الهمية بتاعتها. تبع التيبول اللي هو في الاسلائد اللي فات او التيبول اللي تحت ده. تمام. اه. طب دي محتاجة منك خبرة انك تكون اكتسيبرت. اه. في الديسيشن ده اللي انت هتاخده. لازم يكون واحد عنده فكرة ويجارس ويبحث. ويستعين ب 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 باتا ويستعين بسيرش ويستعين بسيرفي. استعين بمراجع. استعين بنتاج. هو في الاخر هو اللي بيقرر الارقام دي. ميفش اي حد تاني هيقدر يساعدك في انك تاخد هزي القرارات. انت في مشروع معين. انت بعندك اه الترونيتف ديزاين وانت راجل ديزاينر. فانت خبير في مجال الدزاين. فانت عارف ديزاين ده. انت تتفضله الشكل ده. انت يعجبك الشكل ده. اه بالنسبة للشكل ده ايه? الجهاز ده. بالنسبة للجهاز ده. فدي عملية ازا بنقول سبجيكتف. سبجيكتف يعني ايه? يعني اه ما هياش اه ما هياش عن طريق انسترومنتيشن. ما هياش كوانتيتف. اه 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 دي عبارة عن كواليتيتف. انت اللي بتحدد الكواليتي دي. انت اللي بتقرر البروائز كمباريزون ده. انت اللي بتختار الارقام دي. انما طبعا لما بنيك نتكلم على مجال التعليم والدراسة والامتحانات. فاحنا بنديك الايه? بنديك الارقام دي. او يعني لو عايزيني صعبها بنصيغها بشكل ايه? نقولك ان مثلا ايه? الفيسكوسيتي اه كومبارد ويز بريجر. مثلا از سترونج امبورتن. هتقوم انت تترجم الستاتمنت دي. سترونج امبورتن. تقول تكشف في الجدول تلاقيها خمسة. يبقى انت تكتحط هنا في الرقم ده خمسة. بس طبعا اه الاساس فيها هو السبجيكتف بتاعتك. انت كمستخدم للطول دي. انت اللي بتحدد بايه? بتحدد البر ويز كومباريسون ده. اي سؤال تاني يا شباب? شكرا. الخطوة رقم ستة من اه بنحد الحاجة اسمها نورمالايز دي بير اه برايوريتي اوف اتش كريتوري. اه اه نورمالايزينج برايوريتي. ايه هو نورمالايزينج برايوريتي ده? اه الخطوة رقم ستة دي هتتقسم الى سب ستبس. يعني فيه خطوات داخل الخطوة رقم ستة. اول خطوة ان انا بجمع الكولوم ده. واحد زائد اثنين من عشر زائد ربع واجيب المجموع ده. ونفس الشيء هنا خمسة زائد واحد زائد نصف. اربعة زائد اثنين زائد واحد. اجمع ليه? الكولومز مع بعض. يعني بقسم واحد على واحد وخمسة واربعين من مية يدين الرقم ده. البقسم الاتنين من عشر على الرقم ده يدين الرقم ده. البقسم الرابع على الرقم ده يدين الرقم ده. وكرر نفس الكلام في كل حاجة. اللي حصلت عليه ده اسمه ايه? اسمه نورمالايز بير وايز كومبارزون ماتريكس. لين هو نورمالايز? لان المجموع بتاعهم بقى واحد. لو انت جماعة دي زائد دي زائد دي يبقى كأنه ايه كأنه بيشتها واحد يبقى دي كأنها يعني لو بنقول الفيسكروسيتي تمثل آآ كبير وايز كومبارزون كام في المية ودي كام في المية المجموع كله يبقى ايه يبقى مية في المية اللي احنا بنتكلم على عنصر واحد والبرجر برضو مية في المية لأنه عنصر واحد وهكذا آآ الخطوة اللي بعد كده وهي الاهم وتعتبر اهم خطوة في الموضوع ده كله حاجة اسمها crucififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififfififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififif بتاع الصفوف يعني باجمع الرقم ده مع الرقم ده مع الرقم ده واسمهم على عدد الايه عدد الكرياتية اللي عندي انا في الكسي اللي عندي دي الكرياتية دي عددهم ثلاثة فانا باجمع ده زي الده زي الده عددهم كام عددهم عددهم ثلاثة هو ده اللي هو الخطوة C بنحدد الـ average بتاع الـ element in each row بناخد كل صف ونجيب الـ average بتاعه انت ملاحظ ان انا عامل على ده highlight اصفر لاني ده هيمشي معانا في كل الاناليس اللي جاية بعد كده يعني ده هيتنقل معانا في كل حاجة بعد كده فحاولت تفتكر الارقام دي عشان الارقام دي وانا مديها highlight الاصفر ده عشان بعد كده لما نستخدمها تبقى عارف هي جات من ايه هي جات من هنا من عملية ان انا ايه بعد محددة normalize comparison جبت ايه بتاع الكريتيريا يعني ايه بتاع الكريتيريا يعني الفيسكوسيتي هتبقى بناء على chargement ده وبناء على الـ bear wise comparison ده وبناء على تقديري referring للجدول ده والاهمية ومش الاهمية وكلام ده انا بقول ان الفيسكوسيتي بالنسبة لك انت كيوزر او كديزاينر او كمسؤول بتاخد قرار انت بنلخص كل الكلام ده في الكولوم ده بتقول ان الفيسكوسيتي واضح ان هي بالنسبة لك تمثل 67% والبرجر اقل اهمية 19% والبرائم بيمثل 13% على فكرة مش شرط يكون اعلى حاجة بتيجي في الاول هنا لا ممكن تيجي في النص ممكن تيجي في الاخر هي جات كده بس اه انما مش مترتيبة اه يعني يعني مش مترتيبة من الاعلى للاقل لا هي بس جات كده بالايه بالصدفة في اي سؤال هنا لحد في الجزء ده شكرا دكتور الخطوة رقم 7 هنكرر نفسي الكلام اللي فاد ده كله بس على مين بقى على الالترونيتفز هنكرر نفسي الكلام ده كله هنكرره بعدد مرات الالترونيتفز اللي موجودة عندي يعني انا الخطوة من الخطوة من مش بقى من واحد لا الخطوة من خمسة وستة يعني اللي قبل كده كان مجرد ان انا ببني بتاعي. انما انا بتكلم دلوقتي على الخطوة خمسة والخطوة ستة هيتكرروا بعدد مرات الالترنيتف اللي موجودة عندي. انا عندي كام الالترنيتف عندي ثلاثة. اللي هم نرجع تاني الالترنيتف ودائما الالترنيتف يبقوا قدامي عشان افتكروا الالترنيتف هم. كام الالترنيتف هنا ثلاثة ممكن يبقى اربعة ممكن يبقى خمسة اوها كذا. نحاول نبسط يعني. فانا اخد مسلا الجير دي الجير بومب ونعمل لها bear wise conversion ونعمل لها نفس الخطوتين اللي هم خمسة وستة هنعمل لها bear wise conversion ونعمل لها normalized bear wise conversion ونعمل لها relative priority criteria ونطلع ليها برضو بهذا الكولوم. طيب في كل واحدة من الالترنيتف دي برضو انت اللي هتبني ال bear wise matrix برضو الدياجون الكل وحايد وانت اللي بتحدد بقى يا ترى مين اه مور امبورتنط ومين اه اه strong امبورتنط ومين اه وهكذا الارقام دي انت اللي بتحددها بناء على judgment بتاعتك ومش همش بقى يعني مش هكرر خمسة وستة لكل واحدة من دول انما هم بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة لغاية ما اوصل في الاخر لكل واحدة منهم اننا نوصل اللي هو في الاخر هايبقى انا بجيب لك النتيجة النهائية اهيه انما انت لو apply الخطوة خمسة والخطوة ستة هتوصل في الاخر للايه ليه الماتريكس ده نفس الشيء بالنسبة لي ده لو كنت بتكلم على الفيسكوس يعني ايه بتكلم على الفيسكوس يعني انا دلوقتي هحط title ليا انا بدرس الفيسكوس دلوقتي بشوف الالترنيتفز اللي عندي فيما يتعلق بانها satisfy الفيسكوسيتي handling capability طيب انا بسألك دلوقتي بقولك يا ترى بالنسبة للفيسكوسيتي handling capability المقارنة بين gear pump والgear pump كام طبعا واحد طيب لو انا بقولك handling capability بتاعة الجير بامب مع اللوق بامب فيما يتعلق بالفيسكوسيتي هتقول لي ايه هتتقمج من يترجم للنص دي معناه ايه معناه ايه النص دي نترجمها بقى من من سياق الجادول ده معناها من اللوق بامب احسن من هنقلو 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 لك هناك عشان بس يبقى ايه عشان يبقى معانا هناك ها حاول شوف له مكان هنا كده تفضل معناها ان اللوب بامب والجير بامب ما بين الايكولي امبورتنط والمودريت امبورتنط بالنسبة لان اللوب بامب هي اللي احسن بالزابط برافو عليك ممتاز تمام صح كلامك مية 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 مزبوط واقص على ذلك بقى كل حالة وهنمشي بقى اه طب من يفكرني بقى هعمل ايه هنا بعد ما حدد القيم دي طب من يحدد القيمة دي عشان نبقى عارفين القيمة دي جات منين هنا باتكلم على العلاقة بين اللوب والجير يبقى اجيب الجير واللوب كانوا نص يبقى هنا ايه المقلوب بتاعها اتنين يبقى هنا اتنين طيب هنا باتكلم على الفين والجير يبقى اجيب الجير والفين كان التلت يبقى هنا تلاتة مش كده? هاي. هنا اتكلم على الفين واللوب. يبقى شوف اللوب والفين كانت نص. يبقى هنا كام? اتنين. اتنين. طيب. الخطوة التانية اعمل ايه بقى? عشان اوصل للماتريكس ده? هعمل ايه هنا? اه اجيب الامشن. اجيب اجمع يبقى هنا ستة. وهنا يبقى ثلاثة ونص. وهنا يبقى اه ادي واحد ونص يعني واحد وثلاثة على ستة. اه واتنين على ستة. يبقى واحد وخمسة على ستة. مسلا يعني المهم. طب بعد كده? هقسم كل رقم على الرقم اللي انا جماعنا ده. هقسم الواحد على الستة واثم الاثنين على الستة واثم الاثلاثة على ستة. وبعدين هيدي لي ماتريكس جديد. تلاتة في تلاتة برضو زي كده. الماتريكس الجديد اللي يطلع عنده عمل فيه هجمع الافقي وقسمه على كام على ثلاثة يديني الرقم ده الصاف الثاني الافقي سمه على ثلاثة يديني ده ده اللي هو ايه اللي هو او اللي هو احنا سمناه او قلنا البيريورتي او الاصفر ده ما تنساهوش اللي هو ايه اللي هو الريلاتف بريورتي يبقى ده اللي هو relative probability of criteria اللي هو كان واخد هنا اللون الاصفر ده هو هنا نفس الحكاية المفتوض انه هو يساوي ده وقرر نفس الكلام اجه اسأل نفسي بقى انا حاطت لنفسي نتاية العنوان انا بادرس البرجر بس متريكس ده بادرس البرجر واشوف البرجر ده هاو البرجر كان بي ساتسفايد والذي عندي الجير بامب واللوب هم هو نفسهم الجير بامب واللوب بامب وبعمل بير وايز متريكس جديد من ناحية البرجر طبعا لما يكون بقارن بين two bombers من ناحية الفيسكوسيتي غير لما يكون بقارنهم من ناحية البرجر غير لما يكون بقارنهم من ناحية البرجر فاكرر نفسي الكلام ده لعدد من المرات يساوي لكل واحدة من ال من الكريتيريا اللي موجودة عندي انا عندي تلاتة كريتيريا يبقى عندي تلاتة ايه تلاتة متريكس ومن تلاتة متريكس دول الخطوة اللي بعد كده هي الخطوة رقم 8 دي الخطوة رقم 7 قبل ما تنقل الخطوة رقم 8 انا بها حضر لها بس ان انا اخد التلاتة متريكس دول واجمعهم مع بعض في متريكس واحد اللي هو ده هي دي الخطوة رقم 8 دي بداية الخطوة رقم 8 بس قبل ما اقلب للسلايد اللي جاي بعد كده بقولك انا اعمل ايه انا اخد القيمة دي وخليها الكولوم الاولاني واخد القيمة بتاعة البرجر دي وخليها الكولوم التاني والقيمة بتاعة البرايمنج وخليها الكولوم التالت واتنقل الخطوة رقم 8 اللي هو تعتبر الخطوة الاخيرة اللي هي الـ overall priority لكل alternative ادي التلاتة اللي نقلتهم من الشريحة اللي فاتت وده الاصفر اللي هو جايه منين اللي انا قلتلك من الاول انه هيمشي معنا ده اللي هو الـ relative priority بتاعة الكريتيريا الـ relative priority بتاعة بتاعة الكريتيريا وفي الحالة دي اتكون عندي كأن عندي two matrix كان عندي two matrix يعني بضرب الماتريكس ده الماتريكس ده كان في كام الماتريكس ده ثلاثة في ثلاثة واضرب في الماتريكس ده اللي هو الاصفر ده اللي هو ثلاثة في واحد ثلاث صفوف وعمود يطلع لإيه لو كان ده ثلاثة في ثلاثة وده ثلاثة في واحد يطلع لإيه هيطلع للماتريكس ثلاثة في واحد اللي هو ثلاثة صفوف قد النتيج يعني الرقم لاجيه ازاي عند الرابط ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده يديني ده بمعنى آخر برق الصف الأول الصف الأول والعمود الأول في الصف الأول والعمود الثاني زائد الصف الأول في العمود الثاني آآ معه وأضربه في الصف الثاني في العمود الأول يضرب بتوه يعني الكلام ده احنا عارفين فهو يطلع لإيه يطلع لي في الآخر اللي ايه آآ اللي هو التقييم النهائي بتاعة كل الالترنتف كل الالترنتف اللي موجود عندي سواء جير بامب أو لوب بامب أو الفين بامب وبشوف بقى هنا ده الوينج بتاعتهم ده اللي بيقول لي يا ترى انا افضل مين اكتر دلوقتي النسب دي هي اللي هتحدد يعني واضح هنا ان الفين بامب منفضلة بنسبة خمسة واربعين في المية يليها الجير بامب بنسبة 27% يليها اخر حاجة اللوب بامب بنسبة 26% يبقى انا لو بعمل مثلا اي decision making في اكاديمي decision making حاجة personal decision making في مجال العمل بتاعي decision making وعشان ما اتعرضش ان واحد يجي يسألني يعني اذا في اي كريتسيزم انت على اي اساس اختارت مثلا الابشن ده او على اي اساس اختارت الابروتش ده او على اي اساس اختارت السليوشن ده يبقى انا يكون عندي evidence دايما اللي يفضل ان الواحد يكون كلامه بيزدى على اي على انه عنده evidence اه انا استخدمت الاه وطبعا يعني طول معروفة زي اه زي كل الاناليس اللي معروفة انا عملت انوفا مسلا عملت 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 كل دي المعروفة بيستخدمها عشان ياخد بيها decision making عشان بتاعه based على evidence ويبقى انا حولت الى quantified يعني بدلا ما يتقرأ شخصية لا انا دلوقت ترجمتها الى ايه الى numbers ترجمتها الى ارقام اي سؤال بقى في الجزء ده هو بقى خطوة واحدة بس يعني هي مجرد زي ما تقول ايه something for verification يعني عايزين نتطمن ان الشغل بتاعنا ده مزبوط عايزين نتطمن ان الشغل ده مزبوط في خطوة رقم تسعة بيسميها check the consistency ratio CR R عايزين نعرف والله وانا بسألك يا ترى الviscous مع البرجر كان خمسة وكان البرائم اربعة يا ترى انت لما جئنا عكاسنا في matrix تاني لان انت كلامك مش متناسق او مش consistency او في تعارض في التقييم بتاعك او في الassessment بتاعتك ف AHP بتكمل بقى الموضوع ده بالخطوة الاخيرة اللي هي خاصة بيه انا خلاص خط القرار انما دلوقتي عايز اتطمن ان القرار بتاعي ده مزبوط فانا بعمل حاجة اسمها ايه اسمها CR او الكنسيستانتي ريشو والله لو الكنسيستانتي ريشو دي زي عندما بنعمل انوفا اناليس وبنشوف الvarious تطلع كام ولو والله لو لقينا الvarious بنسبة محيانا بنقول اه يبقى الموديل بتاعي او يعني ما هوش او زي كده يعني حاجة زي كده فانا بعمل على عشان اتأكد او اعمل او اعمل اذا كان مزبوط ولا مش مزبوط ده بيعمله ازاي خطوات بسيطة جدا خلي بالاكم الاصفر ما نقول معنا اذا ما قلتلك فتكروا دايما هيمشي معنا في كل حاجة او موجود معنا هنا كمان او برضو في البداية خالص كان الكرياتيريا متريكس ده كان الاول متريكس بدأنا به برضو معنا دي البداية يعني انا مفيش معلومات جديدة او داتا جديدة اي الداة دي جاي من اول البروائز متريكس والنتيجة بتاعته يعني ده البروائز متريكس الاول في الاول خالص ودي النتيجة اللي هي اللي وصلنا لها بنبدأ من هنا بنبدأ من يعني ده كأنني بس ترجع المعلومات اللي كانت موجودة عندي مرة تانية وبرضو لما جيت عملت اللي هو يعتبر التلات حاجات اللي قلت لك هيتكرروا تلات مرات او متلات مرات اهو وده كان برضو بتاعهم يعني البسكولستي مع البسكولستي كاية 1 البريجر مع البسكولستي كاية 2 من 10 وبرضو دي كلها حاجات منؤولة من البيانات اللي عندك قبل كده كل اللي يحصل انك تعمل ايه انك تعمل تلاتة ماتريكس الماتريكس الاولاني في القيمة دي اهي والماتريكس التاني في القيمة التانية دي بتاعت ال relying relative priority والماتريكس التالت في القيمة دي بتاعة البرويت ويطلع لك بقى يطلع لك ايه النتائج بتاعة ايه يعني بتضرب ده في ده زي الده في ده زي الده في ده يديك القيمة دي انا اسف انا اسف بنضرب ده في ده يديني القيمة دي ونضرب point two في القيمة دي يديني القيمة دي ونضرب point two five في القيمة دي يديني القيمة دي اهي وتتكرر برضو هذا نفس الحكاية اخذ بقى النتائجة تطلع ايدي كلها وجمعها هنا مع بعض اه اللي هو ده ده بوينت سيك سيبن او بوينت سيك سيبن وده بنقله هنا واخر واحد برضو بيتنقل هنا كده وهوم جامع الثلاثة دول مع بعض يديني المبموع واللي اصفر معانا او ما نقول معانا انا قلتلك هيمشي معانا على طول او مقاسم الصم على ده يديني الصم على الريلاتف صم على الريلاتف بريوريتي أو في كريتيريا يعني نبقى سيبن تو بوينت دي على دي تقوم تديني النتيجة دي وبعدين اجيب حاجة اسمها الأفردج يعني اخد الأفردج بتاع المجموعة دي الأفردج بتاع المجموعة دي يبقى اجمع ده زي ده زي ده واسيمهم على ثلاثة وبجيب حاجة اسمها سي آي كريتيريا انديكس ايه السي آي دي السي آي اللي هو ولمدا اللي انا حاسبتها دي ليا الأفردج ناقص n n اللي هو عدد الكريتيريا اللي موجودة عندي على n ناقص واحد اللي هو عدد الكريتيريا اللي عندي ناقص واحد يعني ثلاثة ناقص واحد يبقى دي ناقص ثلاثة على ثلاثة ناقص واحد يديني الرقم ده بعد كده لما شوف التابل ده ده برضو تابل جيفن تابل ده مع اله بي تول بتاع اله بي يقولك انت عدد الكريتيريا عندك كام وفي حاجة اسمها random consistent index بتجيبه من التابل ده حسب عدد الكريتيري انا الكريتيري اللي عندي 3 يبقى الرقم اللي عندي 0.58 ده رقم سابق لو كانت 4 تبقى 0.9 وكذا بهم اسم ci ده اللي هو الكريتيري الاندكس على يعني بقى اسم 0.04 على 0.58 يدي دي رقم هو ده الكريتيري ريشو لو الرقم ده طلع رقم ده طلع تقريبا 0.08 يعني 8% لو الرقم ده طلع اقل من 10% وفي معظم الاحيان ده يطلع طبعا اقل من 10% لو لقيته اقل من 10% يبقى يبقى الحسابات بتاعتي والassessment بتاعي والبير wise comparison بتاعي كان يبقى انا اقدر اعتمد على النتيجة النائية اللي انا وصلت ليها قبل جدا لو كان الرقم ده طلع اكبر من 10% يبقى انا اراجع تقديري تاني revising our subjective judgment ايه subjective judgment اللي هو التقدير الشخصي بتاعك لما جيت اسألك قلت لي والله ده important ده moderate important ده extremely important انت بقى راجع التقديرات بتاعتك دي قد يكون فيها حاجة محتاجة يعني هي اه يعني يحصلها adaptation او يحصلها modification انما ال consistent check ده لا يؤثر في النتيجة النهائية اللي انا وصلت لها اذا كانت تلعت 10% يبقى انا ارجع تاني ال recommendation بتاعتي او decision بتاعي ان انا بقول ان هي هي most او to be selected كده يعني الموضوع خلص بس احنا يعني بنطبق الموضوعات ده هو تبنعمل excel sheet بنطبق فيه الكلام ده يعني يفضل ان انت تتعلم برضو كنوع برضو من knowledge او من skills اللي احنا بنحاول ان احنا نكتسبها من من tool زي كده ان انا بدل معه ده اعمل الحسابات دي كلها فكل الزوم اللي حتملوا ال excel sheet ده الاناليسس دي عن طريق ال excel sheet انا بعمل ايه في ال excel sheet عندك في ال excel sheet انت ممكن تعمل صفحات يعني انا عمل صفحة اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة عمل صفحة للكريتيريا بس ببدأ من هنا او ادي الكريتيريا اللي في الاول خالص اللي انت استخدمت التابل ده عشان تقرر الفيسكس ليكود مع الفيسكس ليكود الداجون الواحد والفيسكس ليكود مع البريجر مع البرايمينج وهكذا وهكذا وهذا جيت هنا عملت الريسي بروكر ده بشكل اوتوماتيكي يعني انا مش لازم كل مرة انا عدى احسب واحد على خمسة تبقى اتنين من عشرة لا او بحسبها لي على طولها شوف هي واحد على d13 المقلوب بتاع d13 d13 اللي هو مين d13 اللي هو واحد على d13 فين d13 ادي d ولا ايه ولا d13 اهي يعني d مقلوب d واخد بالك طاب d شوف هنا الفورمولا بتاعتها واحد على e13 فين e13 اه ده e13 يعني واحد على اربعة تبقى ربعا ده مسته ايه ده مسته ان انا يفرد دي انا غيرت الرأي وخليتها خمسة هدوص لاي update automatic مش محتاج ان انا كل مرة عاود اغير في ايه عاود اغير في الحسابات بتاعتي خليتها ثلاثة ما فيش مشكلة رجعتها تاني اربعة ما فيش مشكلة دي خليتها اربعة فكل الحسابات تبقى updated بعد كده طيب باجيب بعد كده الايه summation او باجمع ده او ده summation يعني الخطوات اللي احنا شرحناها بطبقها هنا في الexcel sheet وبعد كده ده اللي هو اسمت مين ده عا summation اه ده c13 اللي هو ده ده c13 على مين على summation اللي هو مجموعة اه كاتب كاتب summation او باجمع دول كده مع بعض وهكذا لكل ايه لكل كله فورميولة يعني ما كتبتش حاجة خالص هنا ميزة انك تشتغل بالexcel sheet ده ان انت يبقى عندك template يعني ممكن template دي تستخدمها في اي application انت كل اللي محتاجه من template دي التلات ارقام دول التلات ارقام دي هي دي الارقام اللي انت اعمل لك باللون الاحمر هي بس مش محتاج كتر من كده بس اللي بالاحمر ده هو اللي انا محتاج والخمسة والاربعة والاربعة وكل الحسابات بعد كده هتمشي automatic ما فيش اي مشكلة ده بالنسبة للكريتيريا اجي بقى ال alternative زي اللي موجودة عندي بعمل لها فورميول واحدة بعمل لها صفحة واحدة يعني بشوف الgears bump اللي تعتبر بالنسبة للخطوات بترجم الخطوات اللي شفناها في البرزينتيشن الى هنا برضو الexcel برضو نفس الاسلوب لأن اللي تم هنا هيتكرر هنا لو كنت بتكلم على وهيتم هنا لو كنت بتكلم على وهيتكرر هنا لو كنت بتكلم على على هو نفس يعني انت ممكن تاخد الشيت ده وتعمل لكوبي وتسميه زي ما انت عايز تسميه مثلا البرايمينج تسميه بريجرد تسميه واحد تسميه اثنين زي ما يجب وبعد كده بنيجي فورمة تانية من سميها التوتل بجمع بقى الكلام ده كله وعلى فكرة الارقام اللي موجودة هنا انا انا نائلها يعني نائلها منين انا انا من الفورمات اللي قبل كده اللي يعرف استعمل هيفهم اللي يتنقل هناك اهو تفتكر الرقم ده كان 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 نائل وهو وهو هناك بحيس ان ده لو تغير هناك يبقى ايه هنا يبقى انا مش محتاج ان انا ان انا انقل الالقام دي مع بعض حتى برضو هنا اه معمول لها ايه الانا انا انا ازل لكم الانا او الانا الانا اعمل لكم البرزنتيشن البرزنتيشن اه وعمل لكم وفيه موجود الزملاء عاملين تطبيقات بنفسهم زملاءكم في انتاج عاملين واخدين حالات مختلفة يعني يعني كل واحد جاب حالة مختلفة وعمل لها برضو بتاعها وعمل لها بتاعها عشان يبقى ايه التطبيقات المجالات المختلفة اللي ممكن نستخدم فيه طريقة الاه اه كده خلصنا الموضوع يعني لو لكم اي استفسار والمحاضرة متسجلة يعني عندكم ما شاء الله كل حاجة يعني اكسل شيت والبرزنتيشن ارفعها والمحاضرة متسجلة وبرزنتيشن ارفع لكم السؤال يجي ازاي اللي حابنا نسأل في الموضوع ده يجي صيجة السؤال ازاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة